شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة موثل جلالة الملك للعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز في انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2021 ويقام المعرض والمؤتمر في العاصمة الإماراتية أبوظبي بتنظيم من شركة أبوظبي الوطنية للمعارض برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الأنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبحضور سمو الشيخ منصور بن زايد الأنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن مملكة البحرين تحرص على الدوام على المشاركة في المؤتمرات الكبرى العالمية وفق رؤية وتوجيهات حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ووضح سموه أن معرضة ومؤتمر أديبك يعتبر الحدث الأبرز لقطاع النفط والغاز عالميا ويجسد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على إبراز التطور الكبير في هذا المجال وتبادل الخبرات بين مختلف دول العالم في مجالات النفط والغاز ويترجم دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن ما أفرزه افتتاح معرض ومؤتمر يؤكد المواضيع المهمة في مجال الطاقة ومستقبلها والمتغيرات التي تؤثر على هذه الصناعة المهمة والتي تخدم البلدان مبينة سموه لأن المؤتمر يعد فرصة مثالية للمساهمة في مواصلة الازدهار بهذه القطاعات الحيوية والمهمة ويسهم بتوفير حلول عملية لقطاع الطاقة لتداعيات تغير المناخ مع ضمان امدادات مستقرة وموثوقة ومنخفضة الكربون من الطاقة وشهد سموه بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في مواكبة كافة الجوانب المتعلقة بالنفط والغاز عبر هذا المؤتمر الكبير الذي يعزز مكانة دولة الامارات وابوظبي في الحوار العالمي حول الطاقة هذا وكان سموه قد وصل الى ابوظبي للمشاركة في افتتاح فعاليات معرض ومؤتمر ابوظبي الدولي للبترول ادي بيك 2021 وكان في مقدمة مستقبلي سموه معالي الشيخ شخبوط بن انهيان بن مبارك الانهيان وزير دولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة